ومن جانب آخر أعلنت نيوم وشركة فولوكوبتر استكمال ناجح لسلسلة تجارب رحلات التكسي الجوي وذلك للمرة الأولى في المملكة العربية السعودية بعد حصولهما على تصريح خاص وامتدت سلسلة التجارب على مدار أسبوع كامل بعد فترة التعاون لمدة 18 شهرا بين كل من نيوم والهيئة العامة لطيران المدني وشركة فولوكوبتر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة